موسيقى بصفة عامة هل تظن انك سيد مصيرك وقائد حياتك؟ الخيارات من 0 إلى 5 بالنسبة لينا من 4 إلى 5 بالنسبة للفتاة الليبية اثنين مش فكرة حاجة انا سيد مصيري او نختار حرية حتى انا ثلاثة نختار ثلاثة تقييمي رقم ثلاثة طبعا اني انا نكون سيد مصيري وقائد حياتي هذه بشكل مطلق صعب يعني في الحياة صعب الانسان يكون هو سيد مصير لانه في اشياء بقضاء قدر ومصير احيانا مش في يد الانسان لا نعم نعم بقوة نعم انا سيد مصيري بنفسي يعني يعني قرارتي كله ان انا المسؤول عليهم انا الأخطى لمصير ولم يجري في حياتي هناك الكثير من العنف نعم او لا في مجتمعنا الليبي الفترة السابقة كان لا حاليا نعم 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 بشدة نعم في ظل انتشار السلاح خصوصا العنف منتشر العنف موجود بشكل واضح يعني لو نحن نحكو على العنف بشكل عام وبالذات في العائلات الأسرية أو الليبية الأبناء بشكل بشكل سيء معنفين إلا من نادر الزوجات معنفات المواطن الموظف كل شخص معرض بسبب المجتمع اللي نحن فيه والعادات والتقاليد فهو دائما نشوف الأشخاص هذين معانفين موجودين وواجد فئات المجتمع نعم هناك كثير معانف في مجتمعنا اليوم مش يكيد نعم 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 يعني مش بدرجة كبيرة لكن بدرجة يعني فيه عند نعم غدا أو في الأشهر القادمة هل بإمكانك المشاركة في نهضة شعبية كبرى مثل ثورات الدولة العربية في السنوات السابقة؟ نعم أو لا؟ لا لا مشاركة في الرائحة بالنسبة لتجربتنا أكيد لا 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 لأنه أنا خلاص الثورة أنا بالنسبة لي أنها غياب الوعي وفي مجتمعنا فاشلة وحققت فاشل فأنا مش هنشارك في أي ثورة ممكن حاليا إجابتي حتكون لها علاقة بالأشياء اللي صارنا سابقا فالقادم الله أعلم مجهول بالنسبة لينا فحظى ليش أنا أقول لا فمش عارفه هل حيكون في شيء سبب حقيقي يخلي الإنسان يطلع ويدي الثورة؟ مش عارفه فماتقدش أنا حاليا نفكر في المشاركة والله على حسب التورة شيء تصحيح أو بناء الدولة وشيء يعني أبدا لا لا طبعا لا هل سبق أن اشتركت في حركة ثورية أو تمرت شعبي؟ نعم أو لا مشاركتنا بحركة ثورة ثبات عشر براية كلها بالنسبة لي أنت ثبات عشر براية كنت تصغير يعني ما شاركتش فيها نعم كانت في ثورة سبع عشر براية ساندت ورحبت بالفكرة شاركت شاركت كثيرا بغض النظر على أني أنامت أنا مقتنعة أو مش مقتنعة أنا مشاركتش كانش عندي أي نوع من مشاركة لا تمرد ولا في حركة ثورية نعم تعم؟ نعم؟ نعم 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 طبعا لا نعم ثورة بدرايري في رأيك كنت أكانت الثورة العربية منذ 2011 إيجابية سلبية أم تغير إلى شيء؟ إيجابية الدول لغيرنا وسلبية علينا على الشعب نفسه حس فيها قليلات العكس أنا سلبية 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 الدول العربية لكن المستفيد الأكبر الدول الخارجية من التطورات علينا ما نقولوش نكبة حتى هي لنا روحوا فيها شباب واشد؟ بني بني ما بتعرفش كانت سلبية بحثة سلبية وبشدة يعني غيرت للأسوأ سلبية أكيد لم تغير أي شيء فالثورة كانت ثورة لكن ما شفناش أي تغيير للمواطن يعني لا كانت ثورة سلبية عادة ضل الخراب على الأوطان وكانت الخطأ الأساسي أو بمفهوم تاني زي ما نقولك ضيعنا بلادنا بيدانا هذا هو بالوضع الحالي اللي احنا نشوفه فيه كانت أفضل منك كانت صح فيه ممارسات وفيه كده لكن كانت أفضل من ما نحنا عليه الآن لم تتغير أي شيء لم تغير شيء لم تغير أي شيء سلبية جدا لم تغير شيء صراحة لم تغير أي شيء للأسف لم تغير أي شيء ولكن منتجها شور سلبية شوي